الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين طاه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة للمساعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أحييكم بتحية الإسلام الخالدة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بكم في هذه الحلقة المباركة من برنامجكم هكذا أنزل اليوم مع إمام جليل عالم فذ كبير أستاذ من أساتذة القراءة وعلم من أعلام الرواية الإمام يعقوب ابن إسحاق الحضرمي رحمه الله تعالى الإمام يعقوب إمام أهل البصرة في زمانه لا تستعجبوا أيها الأحباب عندما نقول أبو عمر إمام أهل البصرة ثم نقول وكان الدوري إمام أهل زمانه ونقول وكان يعقوب إمام أهل زمانه هنا نحن نتكلم عن أزمنة مختلفة ليسوا في زمان واحد هناك تفاوت في السنين فهذا كان إمام الكوفة في زمانه وذاك إمام الكوفة في زمانه لأن زمان هذا وهذا مختلفا الإمام يعقوب رحمه الله تعالى كان إمام أهل البصرة في زمانه وعندما نقول الحضرمي فنحن نعيده إلى أصله وإلا فهو بصري في مكان إقامته ومحل معيشته كان رحمه الله من أهل الرواية فقرأ على أبي المنذر سلام بن سليمان وسمع حمزة بن حبيب الزيات وغيرهم من أهل العلم وكان أهل البصرة قد أجمعوا على قراءة يعقوب الحضرمي زمنا طويلا حتى إن أحد الأئمة واسمه ابن غلبون وكان متأخرا في الثلاثمائة رحمه الله في القرن الرابع الهجري حكى أن إمام الجامع العام في البصرة في ذلك الوقت كان لا يقرأ إلا بقراءة يعقوب في البصرة قال الإمام يعقوب رحمه الله وهو يصف نهمه في الطلب ونصل من خلال هذا القول إلى أنه كان يجلس على الركب ليتعلم ويتقن ثم بعد ذلك صار إماما بهذا المستوى العالي كان يقول قرأت على شهاب ابن شرنفة شهاب ابن شرنفة أو شرنفة يجوز في النون الفتح والضم يعني من أرد هذه الفائدة قرأ على شهاب ابن شرنفة القرآن الكريم في خمسة أيام وقرأ على مسلمة المحاربي في سبعة أيام وقرأ على سلام ابن سليمان في سنة ونصف قرأ على سلام ابن سليمان في سنة ونصف وأنفاس الناس مختلفة فنجد بعض العلماء يقدر على أن يجلس ويقرأ القرآن ويطيل في الزمن ويروي عنه الناس ويمكث الساعات وبعض الناس لا يستطيع ذلك فيقرأ قليلا بعض الناس لا يحب أن يقرأ الناس عليه مقاطع طويلة وإنما يحب أن يضبط عنه الناس مقاطع قصيرة قصيرة وهكذا فتضبط عنه خمسة آيات خمسة آيات أو عشر آيات عشر آيات أو يضبط عنه ثلاثون ثلاثون كما كان نافع رحمه الله يفعل أو منهم من يفتح الباب على مصراعيه فيقول اقرأ المهم أن تجيد وأن تتقن فإذا أجدت وأتقنت اقرأ ما يفتح الله عليك تقرأ صفحتين ثلاثة عشر صفحات تقرأ جزءا تختم القرآن كله في ثلاثة أيام أو خمسة أو سبعة أو في شهر لا إشكال في ذلك قال الهذلي أبو القاسم رحمه الله قال لم ير في زمان يعقوب مثله وقال كان عالما بالعربية ووجوهها والقرآن واختلافه فاضلا تقيا نقيا ورعا زاهدا وكان يحب العبادة ويفنى في العبادة معنى يفنى في العبادة لا يكاد يشعر بنفسه فيها حتى إنه في مرة من المرات كان يصلي فجاء أحد السراق وسرق رداءه من على كتفيه وهو يصلي فما شعر يعقوب بذلك لا أن رداءه سرق ولا شيء فذهب الناس وأحضروا رداءه مرة أخرى وأرجعوه على كتفه فما شعر أصلا بالسرقة ولا شعر بالإعادة لأنه كان فانيا مع الله تعالى في صلاته لا يشعر إلا بهذا المقام مقام العظمة مقام القدس الوقوف بين يدي الله عز وجل توفي رحمة الله عليه في سنة مئتين وخمسة من الهجرة مئتان وخمسة وكان عمره عندما توفي ثمانية وثمانين عاما روى القراءة عنه عدد من الرواة والقراء وأشهرهم الذين اشتهرت روايته عنهم رويس وروح رويس وروح رويس هذا لقب له وإلا فاسمه الأصلي محمد بن المتوكل اللؤلؤي كان رويس من من تصدر للإقراء وقرأ عليه التمار وأبو عبد الله الزبيري وهم من أشهر طلابه وغيرهما وكان مقرئا حاذقا ضابطا مشهورا فاضلا جليلا وتوفي بالبصرة سنة ثمان وثلاثين ومئتين رحمه الله تعالى والقارئ الثاني الذي اشتهرت رواية يعقوم من طريقه روح اسمه روح ابن عبد المؤمن أبو الحسن البصري المقرئ رحمة الله عليه كان روح متقنا مجودا وحدث عن أبي عوانة وحمد بن زيد وغيرهم وحدث عنه البخاري في صحيحه وهو حديث كثير موجود في بعض الكتب الستة كان روح رحمه الله ممن ضبط قراءة يعقوب وانتقلت روايته في الكتب وعن طريق العلماء فقرأوا القرآن كاملا حتى هذا العصر فرواية روح ورواية رويس عن يعقوب موجودتان في هذا الزمان يقرأ بهم المتخصصون من القراء ويقدر المتخصصون بالمئات بل أقول بالآلاف بالآلاف بل عشرات الآلاف حتى تواترت رواية روح ورويس عن يعقوب في زماننا هذا في كل طبقات السند إلى الإمام يعقوب وهو كذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي روح سنة مائتين وخمسة وثلاثين تقريبا من الهجرة النبوية الآن نستمع إلى مقطع يسير بقراءة يعقوب ونقرأ إن شاء الله تعالى سورة الغاشية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا يسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ غُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهُمْ بِمُسَيْطِرْ إِلَّا مَنْ تَوَلَّا وَكَفَرْ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ صدق الله العظيم هذا المقطع بقراءة يعقوب ونلاحظ أنه لا يوجد اختلاف كبير في هذا المقطع وأحيانا يتجلى الاختلاف في مقاطع أخرى فهذه الروايات روايات تشمل القرآن الكريم كاملا من سورة الفاتحة إلى سورة الناس في كل سورة يظهر لنا في كل الآيات إذا نظرنا على مستوى القراءات العشر نجد أنه لا تكاد تخلو آية من كلام الله عز وجل من اختلاف بين القراءات كما قلنا يتعلق إما باللهجات وإما بإثراء المعاني وهذا الاختلاف مبثوث في كتاب الله تعالى من أوله إلى آخره مما مر بنا في هذه السورة قول الله تعالى تصلى نارا حامية قرأه يعقوب تصلى نارا حامية تصلى هي التي تدخل أما تصلى يصليها الله عز وجل النار نسأل الله أن يحرم جلودنا ومشرتنا على النار والمستمعين ومن يقول آمين اللهم آمين فهذه الكلمة فيها اختلاف بين القراءات فكان يعقوب ممن قرأ تصلى نارا حامية أيضا مر بنا قوله تعالى لا يسمع فيها لاغية ونسمع كثيرا في من يقرؤون برواة حفص وغيرها يقولون لا تسمع فيها لاغية ويعقوب يقرأ لا يسمع فيها لاغية لبناء الفعل للمجهول وبالخطاء بالغيب لا يسمع بناء الفعل للمجهول وبالغيب وهذا وجه آخر من اللغة يستفاد معرفته من دراسة علم النحو لا يسمع لا تسمع ولا شك فيه ثراء فأحيانا يكون المخاطب مخاطبا بالكلام وأحيانا ينسب الكلام إلى غيره ويكون له حكمه فهذا من التنوع في ألفاظ كلام الله عز وجل كل من عند الله كلها شاف كاف هكذا أنزلت اقرأوا كما علمتم هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وَلَا تُمَارُوا فِيهِ فَإِنَّ الْمِرَاءَ فِيهِ كُفْرٌ لَا يَجُوزْ أَنْ يَقُولَ أَحَدٌ هَذَا تَحْرِيْفْ هَذَا عَجِيْبْ هَذَا لَا يَجُوزْ هَذَا غَرِيْبْ هَذَا لَا لَمْ نَسْمَعْ بِهِ مِنْ قَبْلِ هذا كلام الله هذا القرآن كذلك لفظه النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عند نفسه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر لغتان من لغات العرب إمامنا القادم في حلقتنا القادمة آخر القراء العشرة خلف ابن هشام البزار عند حلقته إن شاء الله تعالى نتكلم عنه وإلى ذلكم الحين نترككم في حفظ الله تعالى وأمنه ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين طاه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر